أسوأ شيء من يقوم بلي ذراع الحديث لمراده وهواه وغرضه أسوأ شيء أن تكون مخلب قط لاختراق الثقافة الإسلامية توظيف القرآن في مصلحة الظلم والاستباحة والعدوان يأخذ أفخي أدريعي أفخي أدريعي ده ما تستهونوش بيه صفحته عليها 22 مليون متابع مدعوم استخباراتيا ومدعوم من الفيسبوك ومدعوم من أعلى المستويات كتب على صفحته أفخي أدريعي كتب على صفحته وما رميت إذ رميت بيتكلم عن عملية السيوف اللي إسرائيل بترد بيها على عملية طوفان الأقصى فكتب على صفحته وما رميت إذ رميت أفخي أدريعي بيستخدم الآيات القرآنية لتبرير العدوات مش عارف دي حاجة تدحك ولا تبك والسيد حسن شلغومي بيقول إن اللي بيعملوا الفلسطينيين وهم يدافعون عن أراضيهم وديارهم وأقصاهم جريمة ضد الإنسانية وبسم الله ما شاء الله منتهى الفصح جريمة ضد الإنسانية ومبسوط قوي من عدسات الكاميرات مبسوط قوي من الشو الإعلامي ليست المأساة ما حدث من ظلم واستباحة واعتداء على أقصاد لكن المأساة الحقيقية أن ينفر من بيننا من يبرر أن ينفر من بيننا من يوهن العزائم ويخذل المساعي ويتائم هذا الشباب الطاهر الذي خرج يثقر لكرامته بأنه يباشر جرائم ضد الإنسانية ده على أساس أن عملية قانة ما كانتش جرائم ضد الإنسانية على أساس أن دير ياسين وبحر البقر ما كانتش جرائم ضد الإنسانية على أساس أن الاعتداءات المتكررة على غزة من 2008 من أول عملية الرصاص المصبوب ما كانتش جرائم ضد الإنسانية على أساس أن عملية السهم المنطلق والأسماء الغريبة العمل يفرزها الكيان لتبرير الاعتداء الواقع الدامي على إخواننا وأهلينا مش جرائم ضد الإنسانية أسوأ شيء أن تتلعب بالمصطلحات وأن تقوم بلاي ذراع النصوص الإسلام بيقول لنا نرد الاعتداء والإسلام بيقول لنا أنه فيما يسمى بدفع الصائل يا سيدي ما بنبدأش بعدوان على حد بس عندنا ثقافة دفع الصائل كل فلسطيني من حقه أن يدفع الصائل الذي دخل إلى داره واحتل أرضه